السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف تتخلص من ذنوبك كلها في لحظة واحدة نعرف بعد ونصلى لحبيبنا صلى الله عليه وسلم معلومة حبيبي إن كلنا أصحاب ذنوب النبي قال كده كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ما فيش حد معصوم إلا النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم والعصمة دفنت يوم ما أن دفن النبي محمد لو عايز ربنا يتوب عليك توب إلى الله فربنا هيتوب عليك ولذلك النبي أخبرنا عن أشياء كثيرة جدا يعني تكون سببا في مغفرة الذنوب من بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب وإن كان قد فر من الزحف الله أكبر قبلك بقى الرواية دي صحيحة فيه رواية أخرى ضعيفة لكن يعمل بها لأنها لها أصل بأدلة صحيحة الرواية الضعيفة بتقول إيه؟ بتقول من قال حين يأوي إلى فراش يعني هو داخل ينام أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات إيه اللي يحصل له؟ غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عدد ورق الشجر وإن كانت عدد رمل عالج وإن كانت عدد أيام الدنيا الله أكبر كل الزنوب دي لو كانت مثل زبد البحر عارف حضرتك أمواج البحر وهي جاية على الشاطئ وهي راجعة بتعمل ريم كده رغاوة بيضا شوف الرغاوة دي بالمليارات يعني لو كانت زنوبك بالمليارات تتغفر لو قلت هذا الكلام وقال ذلك نبع سام في الحديث الصحيح اللي قابليه إنه قال نفس الكلام قال إيه غفر الذنوب وإن كانت قد فر من الزحف الله أكبر يبقى تتغفر زنوبك حتى لو كانت مثل زبد البحر حتى لو كانت عدد ورق الشجر شوف ورق الشجر اللي في الكرة الأرضية قد إيه كم مليار شجرة وكل ورقة فيها كم مليون ورقة كل شجرة فيها كم مليون ورقة شوف كل ده يو كانت زنوبك بعددها تتغفر لك وحتى لو كانت زنوبك بعدد رم لعالج تخيل حضرتك إنه لو عدد الرمال عدد الرمال اللي موجودة في الصحراء لو كانت زنوبك قد عدد رمال تتغفر حتى لو كانت زنوبك عدد أيام الدنيا اللي هي ملايين الملايين من السنوات والأيام ومع ذلك تتغفر بفضل الله سبحانه تعالى فتخيل بقى إن كل الزنوب دي تتغفر تعالوا نشوف الدعاء بيقول إيه أستغفر الله العظيم فأنت بتستغفر الله بتطلب من المولى عز وجل للمغفرة لأنه لا يملك مغفرة الذنوب إلا الله قال جل وعلا ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد فيش حد يملك مغفرة الذنوب إلا فاطر السماوات والأرض سبحانه تعالى يقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الله أكبر شهاد لله بالوحدانية وأنه لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه تعالى الحي القيوم الحي هو الذي له الحياة الكاملة سبحانه تعالى فالإنس والجن والملائكة وكل ما فيه ما في الكون يموت والله عز وجل هو الحي الذي لا يموت ولذلك لما كلمك عن التوكل ألك وتوكل على الحي الذي لا يموت لأنك لو توكلت على إنسان فالإنسان يمرض ويسافر بل ويموت والله حي باقي فهو الحي الذي لا يموت سبحانه تعالى يبقى الحي القيوم القيوم هو القائم بذاته وكل ما في الكون لا يقوم إلا بحول الله وقوته سبحانه تعالى الحي القيوم وأتوب إليه وعد يا رب إن أنا أتوب وأرجع إليك يا رب العالمين إن أنا أخلى عن الزنب وإن أنا أندم على ما فات وإن أنا أعزم على عدم العودة إلى الزنوب مرة أخرى بالله عليكم إواع تنسوا هذا الدعاء أبدا أو هذا الذكر أبدا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه تقولها ثلاث مرات سواء جيت في وقت النوم أو في الصبح أو في النهار في أي وقت لا تنسى هذا الذكر أبدا بفضل الله وهذا الاستغفار أبدا لأنه يكون سببا لمغفرة كل ذنوبك بفضل الله في لحظة واحدة اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته